كيران ما ديش الصمر راح يزاش أمواج ديالتش هذا ويزاش حاجة كبيرة عليش حاجة تجي كبيرة عليش قندنا يحط صور سويد مشي بحاله السيبن كيران ما ديش تخلي على القرار دياله بتشكل الحكومة والشخصية دياله هي لك تحتمي علي أنه ما يقومش بتنازل إلا غذي غذي يكون مؤطر على الشعبية دياله في المجتمع المغربي أعتقد جازيما أن السيبن كيران ما ديش يتخلي على المنصيب دياله الاعتبارات عديدة من بينها وأهمها هو أنه هو منصيب دستوري كي باللي أن الجواب كان على البلاغ ديالأحزاب الأربعة وأنه غذي حاول مع سيناريوهات آخرى إلا توفق غدش كل حكومة لما توفقش ديك الساعات اللي غذي ربما تكون انتخابات مبكرة والله أعلم كيرانا بغينا غايستمر إن شاء الله وغذي يمشي غذي يمشي بعيد وغمه هذه المشاكل اللي وقعها البلوكاج وهذه وإنما غايستمر إن شاء الله لأنه عنده عنده نزيله ده ما مقنا فاهمين ولو مرة قت يقول بينا غتشكل الحكمة ما حزب فيقلها لما تحاد شراكي شوية لما وقوش هادو جاو الخورين ده بواقع مشكل كبير وإحنا مقناش عارفين واش غتشكل الحكمة ولا ما غادش تشكل لأن كينا نفلو طوطال وبالنسبة نحنا يا إلا كان هادلو فلو غاد ينسلنا وليوم لغدة كان واحد إن رنيان ديال الجوبرنمون مع سماجستي ويمكن غدي يلقاوا الحل هالتغييرات الكثيرة هي صعبة دبا مؤمورية حتى عليها ولا ربما حتى عليك ولا حتى عليها حتى عليها مواطن عادي باش عطي رأي كان داخل واحد الحزم مستقش داخل قال له ماعلش جاو حزب خورج غادي هذا تشكيل حكومة الواتيلاف السابق لا الاتيلاف الجديد إذن ما كانش مؤشر واضح اللي تبني عليه ولا مؤشر اللي تبني عليه باش عطي موقف